أهلا وسهلا بكم عبر هذا الصباح إلى أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم لكن بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم أكد رئيس مجلس السيادة لانتقال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لتزامهم بالاتفاق الإطاري والعمل مع جميع الأطراف وإقناع الممانعين للتوصل لاتفاق النهائي شامل يمهد الطريق لحكومة انتقالية بقيادة مدنية تقود البلاد لاتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية وأجدد سيادته خلال اجتماع قده بمكتبه أمس بمشاركة نائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو مع وفد المبعوثين الدوليين الست الذي ضم الممثل الخاص الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنيت ويبر ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق أفريقي والسودان وجنوب السودان بيتر لود ورئيس شعبة القرن الأفريقي بالخارجية الألمانية تورسين هوتر والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة للسودان وجنوب السودان روبوت فيردز والمبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان جون أنطون والمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي في نيدريك كلافيه جدد التزام مؤسسة العسكرية بالخروج من العملية السياسية وإجراء الإصلاحات المطلوبة بالأجهزة الأمنية وحث البرهان المبعوثين الدوليين على ضرورة الوفاء بالتزاماتهم في دعم الانتقاد السياسي وتقديم المساعدات العاجلة للسودان استقبل السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالية القيد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أمس بالقيادة العامة الطلاب المقبولين للدفعة 69 كلية حربية وأعرب البرهان عن سعادته باستقبال طلاب الجدد الذين ذكروا أن معايير قبولهم لكلية الحربية كانت بحل اهتمام كبير من قبل القيادة العامة لتتسق مع سياسات الانضمام للقوات المسلحة بما يؤكد قوميتها وتمثيلها لكل أبناء السودان بمختلف جهاته وإثنياته ومشاربه بعدالة وقال إن القصد من عادة العمل بالنظام السنتين بكلية الحربية التوصل إلى أنه أنسب أسلوب يمكن أن يصل بالضباط للاحترافية لأنه يجنبهم مزالق الخلط بين العمل العسكري والسياسة والتي يمكن أن تسببها البيئة الجامعية التي يختلط فيها العمل السياسي بالدراسة وأكد سيادته أن الكلية الحربية بمناهجها المدروسة بعناية ستوصله من المحطة الاحترافية في عمل الضابط الذي تكمن مهمته الأساسية في حسن استخدام سلاحه ورجاله للدفاع عن البلاد كعسكريين محترف شعاره الله والوطن وصل الخرطوم مساء أمس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في زيارة رسمية تسترغ يومين وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الخارجية المكلف على الصادق وسيجري لافروف خيار زيارته مباحثات مع وزير الخارجية المكلف على الصادق يتناول فيها القضايا الثنائية التي تهدف لترقية العلاقات المشتركة وتعزيز التعاون بين البلدين كما سيلتقي عددا من المسؤولين بالدولة دع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي المكونات المجتمعية بولاد جنوب كردفان للوصول لحل سريع ينهي حالة الخلافات الاجتماعية بين مكونات محلية قدير مشيرا إلى أن كثرة المبادرات أدت إلى طالة أمد الأزمة بين أبناء العمومة بيكولوجي مبديا استعداده لرعاية أي جهد يؤدي إلى طيب ملف الأزمة وامتدح كباشي لدى مخاطبته حشدا من مواطني محلية قدير والمحليات المجاورة أمس بمدينة كولوجي إنسان المحلية قائلا أن قدير هي البيعة والنصرة وهي التي وضعت الأسس واللبنات الأولى للدولة السودانية وأوضح كباشي أن زيارته لقدير لها طعم مختلف مشيرا إلى كفاح المرأة السودانية ومثلا في ربحة الكنانية ومندب التسلطان عجبنا أن لا يسهمنا بجهد وافر في نضال المرأة السودانية نحو الانتاق من قبضة المستعمر وقال كباشي أن محور الأمن هو الركيز الأساسي لاستقرار وينعكس إيجابا على محاور التعليم والطرق والصحة وبقية الخدمات الأخرى التقى السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف أمس بالمبعوثين الخاصين لبريطانيا ألمانيا فرنسا نرويج الاتحاد الأوروبي ونائب المبعوث الأمريكي وقدم الوزير شرحا عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد والحوار السياسي الجاري حاليا بقيادة الآلية الثلاثية وضرورة اتفاق الأحزاب السياسية والمشاركين في العملية السياسية على وثيقة تؤدي لتكوين حكومة مدنية لمواسطة الانتقال الديمقراطي وإدارة البلاد إلى حين إجراء انتخابات عامة قدم كل من سفراء بلجيكا وفنلندا وبلغاريا وغانا ومالطا نسخة من أوراق احتمادهم للسيد السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف سفراء لبلادهم لدى السودان مقيمين بالقاهرة حيث التقى السيد الوزير السادة السفراء كل على حدة وتسلم منهم أوراق احتمادهم واستعرض الوزير مع السفراء الجدد العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وجدير بالذكرى أن السادة السفراء سيقدمون أوراق احتمادهم للسيد الفريق والركن عبدالفتاح المرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي اليوم الخميس بالقصر الجمهوري أكد الناتق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف أن الاتفاق الإطاري يمثل فرصة مهمة لاستفداد مسار التحول المدن الديمقراطي والتأسيس لفترة انتقالية تعالج القضاء الرئيسية التي تواجه البلاد مشيرا إلى أن هناك تحديات رئيسية تعترض هذا المسار يجب تجاوزها مهما كانت المهمة ثقيلة ومعقدة وأوضح الناتق الرسمي في تصريح صحفي أمس أنه في هذا الإطار استقبلنا وفده مع وسيل البيات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والنرويج الذين بعثوا بإشارات مهمة تتلخص في دعمهم الكبير للمسار الذي خطه الاتفاق الإطاري مؤكدين استعدادهم لدعم الحكومة المدنية التي ستتأسس بناء عليه وهو ما سيكون له أثر نيابي على الإسراء بمعارجة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها بلادنا الآن رحبت الفعاليات الشعبية والأهلية والمواطنين بمناطق تابت وأبو زريقة طويلة والدبكر ودار السلام جنوب الفاشر بولاية شمال دارفور بانتشار القوات المشتركة لحماية المدنيين بتلك المناطق والتي تشكلت بوجب اتفاقية جوبا للسلام السودان وحيا قائد ثاني القوات المشتركة المقدمة بابكر إبراهيم صبر المواطني منطقة والدبكر بمحلية دار السلام لاستقبالهم ووقفتهم ومساندتهم لقوات حماية المدنيين التي ارتكزت بتلك المناطق مؤكدا أن حسن استقبال المواطنين وتفاعلهم مع هذه القوات سيمثل دافعا معينا لها للقيام ويجيبها كاملا تجاه توفير الأمن وبسط الاستقرار وحماية الممتلكات والطرق والأسواق بذا وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة الصباحية عودة إليك الحسن واستكمال ما تبقى من صباح البلد